تتجه الحكومة لإحداث مؤسسات جامعية جديدة وتقسيم وتغيير أسماء أخرى وذلك وفق مشروع مرسوم رقم 22110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 290554 الصادر في 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية والذي من المقرر أن يعرض في مجلس حكومي قصد التدارس والتصويت عليه ويأتي مشروع المرسوم في إطار الاستراتيجية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والرامية إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتنويع التكوينات بالجامعات بما يستجيب للانتدارات ومتطلبات سوق الشغل وتحسين ظروف التأثير بالمؤسسات الجامعية وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي ومن المؤسسات التي سيتم إحداثها مع هدمها الرياضة بالقنيطرة تابع لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وفيما يتعلق بتقسيم مؤسسات جامعية فيتعلق الأمر بتقسيم كلية الأداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة لتشمل كلية اللغات والآداب والفنون وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ثم تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة لتشمل كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير